اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المركز الاول المركز الثاني البغدادي ع المركز الثاني لحامد بن ناصر بن علي النعيمي القادم على المركز الثاني المقدم البغدادي على المركز الثاني ثالثا نتابع ملبي مظفر بن غلام هاي لبلوشي القادم على المركز الثالث المركز الرابع الزام لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري المركز الخامس ليث العبيد بن محمد بن ذويب العامري المركز السادس وتابع مبهر سيل برغملي بن محمد العامري من يقدم مبهر على المركز السادس المركز السابع نتابع معزم لحمد بن خليفة بن محمد الكعبي والمركز الثامن صغان سال بن عبن سالم لغفلي على المركز الثامن تاسع المراكز مبهر العبيد بن سالم بن عبيد الراشدي والمركز العاشر ذو الفقار القادم حمد بن سيل بن سالم الشامس يقدم ذو الفقار هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة الباحث عن ناموسي هذا الشوط وتابع الشعارات القادمة والمنطلقة ولكن بعد الثنين كيلو متر أو ثلاثة كيلو متر أعود إلى صغان سعيد بن سليم بن شويرب العامري على المركز الأول يقدم صغان المركز الثاني البغدادي حامد بن ناصر بن علي النعيم القادم على المركز الثاني عزام على المركز الثالث لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري والمركز الرابع الواضح الواضح ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس مبهر سيل بن راملي بن محمد العامري ماشاء الله وملبي مظفر بن أغلام بن موسى بن أحمد البلوشي على المركز السادس سابع المراكز صغان سالم بن نايع بن سالم بن شاوي الغفلي على المركز السادس أو السابع ثامن المراكز معزز القادم راشد بن محمد بن مرشد القادم على المركز السابع أو الثامن نتابع المركز الثامن هذا اللي وصلنا ذو الفقار لمحمد بن سيل بن سالم الشامسي تاسعا أول ندال ثمين خليفة بن محمد بن شاهين المرر القادم على المركز التاسع والمركز العاشر ينطلق في هذه اللحظات هملول لحميد بن حران بن حميدان بالرقم عشرة يا مجمل الصدف هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء والشعارات اقترابنا في هذه اللحظات أو مغادرتنا للثنين كيلو متر عودة إلى بن شويرب بن شويرب العامري على المركز الأول مع صغان يقود المحليات الأصائل سعيد بن سريم بن شويرب العامري على المركز الأول الواضح الواضح ناصر بن محفوظ بن خميسة الجنيبية هادم على المركز الثاني المركز الثالث عزام لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري بن مروشد بدأ يدفع بن عزز القادم راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بالرامبلي القادم مع مبهر سيل بالرامبلي بن محمد العامري ملبي ملبي راحي صوغة مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي القادم ما شاء الله مع هذه الانطلاقات والتحديات والمركز السابع وصل اليث عبيد بن محمد بالذويب العامري صوغان سالم بن نايح بن سالم هنا القادم والقادم هملول حميد بن حرام بن حميدان يقدم هملول على المركز التاسع والمركز العاشر يأتينا هملول مبارك بن سليم بن عثعيث العامري بعد الكيلو متر الأخير أعود إلى الصدارة إلى المقدمة معزز اللي يغير معزز هالي ند الشبه على المركز الأول والمتلق راشد بن محمد بن مروشد على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة المركز الثالي ملبي ملبي مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي القادم مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات تابعوا راقب الواضح ناصر بن محفوظ بن خميش الجنيبي القادم على المركز الثالث اللحظات الأخيرة اللمتار الأخيرة مع هذه اللحظات ولكن راعي صوغة راعي صوغة والمتلق في معركة ثنائية في معركة ثنائية راعي صوغة راعي صوغة مع البداية مع ملبي السلام هل العاصمة أبوظبي هل الباهية هل الباهية وهل ندي الشبا وهملول مبارك بن مسلم بن عثيث العامري على المركز الثالث ولكن راعي صوغة بدون يوامر العصة في البطان الله يقوى عصابك يا راعي صوغة سلام العاصمة أبوظبي سلام سلام الباهية سلام سلام راعي صوغة راعي يملبي راعي يملبي المركز الثاني مع الزز لراشد بن محمد بن مرشي المركز الثالث هملول بن بارك بن مسلم بلعث أثيث العامري الرابع الواضح لناصر بن محفوظ بن خميش الجنيبي وكذلك المركز الخامس مع وبران مبارك بن خليفة بن زاهرة لخيلي هكذا هي النتيجة أعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار مضفر بن غلام بن موسى بن أحمد بن بلوشي راعي الصوغة مع عملبي نتابع التوقيت سبع دقائق ثمانية وثلاثين سبع أجزاء من الثانية ثانين والناموس معزز راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد سبع دقائق ثمانية وثلاثين ثمانية أجزاء من الثانية نتابع سبع دقائق وثلاثين ثلاثة أجزاء من الثانية هملون المبارك بن مسلم بن عثعيث العامري ثانين والناموس ثلاثة أجزاء من الثانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة